الله يرحمكم ويرحمنا من اللي بيحصل ده وان شاء الله نشوف حاجة محترمة في المستقبل المستقبل ده اي امتى بقى مش هادر اقولك المستقبل القريب يعني الدوري اللي المفروض على الورق هيخلص 15-18 وان كنت اشك طبيعي انه اللي هيتبعه دوري اخر هيبقى فيه تأجيلات وهيطول اكتر فمشي نعرف نخلص زي الناس في شهر 5 مستحيل يعني في الدوري الجديد اللي جاي السنة الجاية ده يعني مثلا النهاردة كنت في حديث مع احد الزملاء قبل ما خش على هون النهاردة بيسألني بيقول لي الناس بتتدايق جمالية نادي الاهلي وجمالية نادي الزمالك وكل جمالية الاندية انتو بتطلعوا تتكلموا على الصفقات بتطلعوا تتكلموا على اللاعبين الراحلين واحنا لسه يعني يعتبر في نص الموسم يعني حرام انتو كده بتأثروا على الفرق لا يا فندم والله ما قصدنا وان كان ده شغلنا يعني يعني حتى لو الموسم بتاعنا بيخلص بشكل طبيعي وقبلها جت لأخبار عن انتقاراتها اقولها برضو يعني ده شغل يعمل ايه يعني يعني مصلحة ناديك وحبك لناديك ده ليك انت كمشجع انا بعمل شغل الاعلم بس احنا لما بنتكلم على صفقات دلوقتي ولاعبين راحلين عشان انت كلها اسبوع اسبوع واحد وهتسمع عن مش هتسمع هتشوف اخبار رسمية ان فيه لعبة مشت من الاهل والزمالك ما قول لعبة الاهل والزمالك تحديدا يعني او اي نادي في مصر جالهم عروض خارجية من الخليج او في اوروبا مش هيكمل معاك بالكتير لحد 36 بالكتير لحد 36 وهيمشي مش هيكمل معاك لحد 15 8 ولا 1 9 بقى بحسب ما الدوري بتاعنا هيخلص فاحنا دلوقتي في الحدث احنا دلوقتي في سوق الانتقالات العالمي اللي انت جواه انت مش براها طيب لو انت عايز تشتري لعبة موجودة برا تجيب محترفين يعني لازم تشتريهم دلوقتي مش هينفع في 15 8 ولا في 1 9 ليه عشان هيكونوا تباعوا وراحوا اللعبوا في فرق فانت رازم تخلصهم دلوقتي فعلا ما اطلع اقول لك الاهلي بيتفوض مع العيبة وهيدمهم خلص خلال ايام انا كده مش ببوضل للاهلي صفقة لما اقول لك الزمالك فيه لعيب هيمشي من عنده اخر الشهر ده شهر 6 انا كده مش بضر بالفريق عشان هو هيمشي فعلا اخر شهر 6 طيب اللي بيعمل فينا ده كله ايه ان احنا الناس كلها خلصت واحنا لسه مكملين احنا مكملين قوي يعني لما تخلي الدور بتاعنا فاضل له حوالي شهرين ونص حوالي شهرين ونص نص موسم كتير يعني احنا بعيد قوي كتير بقى تكلم حالي تقول له طب حلولك ايه للسنة اللي جاية يقول لك والله هو فيه اكتر من تصور احنا ان شاء الله هنعمل كده او هنعمل كده او هنعمل كده طيب ما ودي فيها مشاكل ما لو دي فيها مشاكل هنعمل كده طب لو دي فيها مشاكل هنعمل بقى كده بتاعت زمان اللي هي بتاعت امتى اللي هي بتاعت السنة دي والسنة اللي قبلها واللي قبلها وفي الاخر بنوصل الله اللي هو مشيها وان شاء الله هتمشي قدنا بتزق مع بعض وقدم بتتزق بقى لنا عشرين سنة فخلنا مكملين زق مش يحصل حاجة يعني